من هنا أنا عايزة يعني أطرح سؤال كلنا كمان بنفكر فيه إحنا كأجيال مختلفة يعني زي ما قلت إنتي تكتبي حتى الأجيال الجديدة تقرأ عن التاريخ طيب إحنا في أجيال مختلفة هناك تواريخ سواء مصرية أو عربية لم نعيشها يعني أجيالنا لم تعيش هذه التواريخ فلا يوجد مصدر لمعرفة كيف دار التاريخ بأحداثه وشخصه إلا من الروايات أو الكتب عند الرواية بيكون فيها رأي الكاتب خياله وشوي دراما بتاعته هو فإن لي يفرق أن أنا أما أقرأ لرين باسيوني ككاتبة هعرف منها التاريخ وهيكون تاريخ حقيقي ولا أنت بتعملي عنوين ومش بالشرط أنه يكون التاريخ كما كان تماما أنا عندي أعتقاد بس ده أعتقادي أنا شخصيا ممكن طبعا أي كاتب تاني ليه حق أنه يعتقد شيء مختلف أعتقادي أنا الشخصي أنه طالما أكتب على شخصيات حقيقية فلازم يكون فيه أمان علمي يعني ما ينفعش مثلا يكون شخص لا كل الناس المؤرخين متفقين أنه كان شخص كويس أو أعمل حاجات كويسة أو ما نكتب أنه هو مش كويس أو مثلا فيه حد انتصر في معركة الماء أو انهزم في معركة الماء وأنا غير أو أحرف ده بحس أن ده حيبقى فيه عدم أمانة علمية لأن هي شخصيات حقيقية ده ما يمنعش أن يبقى فيه خيال للكاتب طبعا في تطور الشخصية تصرفات الشخصية بالعكس هي كأنك أنت بتحاول تحالي لغز بتشوفي تصرفات الشخص ده وبتحاول تكتشفي ترى هو عمل كده إزاي فوجهة نظري أنا الشخصية إن لو الواحد بيكتمع على شخصيات حقيقية لازم يكون فيه بحث علمي وكسف ولازم يكون فيه أمان علمية لكن ناخد التاريخ من الرواية لا هي رواية فإحنا ممكن ناخد أحداث تاريخية يعني ده اللي بحب جدا لما حد بكرة يقول لي إحنا بعد ما خلصنا الرواية بدأنا نبحث على الأحداث التاريخية دي عشو نتأكد هي كانت إيه وحصلت إزاي بدأنا نبحث عن الشخصيات أكتر إذا كانت الرواية يعني بتبع سرقار إنه يبحث أكتر فديف حد ذاتها حاجة كويسة جدا لنجاح